من المنظور العسكري ممكن إيران أن توقف هذه العملية في ظل كل هذه التكلفة اللوجستية التي تتخذها أو تصرفها من أجل التوجه تجاه الحدودي مع العراق بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة إذا قرأنا مجريات الأحداث فيما يجري في خط التماس الحدودي ندرك حقيقة أن النوايا بالنسبة لإيران تتجه باتجاه العمل العسكري تعبويا الاجتياح ربما يكون الاجتياح لبضع كيلومترات أو أكثر عمقا ولكن هو من حيث التوصيف عسكريا هناك انتهاك للحدود واجتياح لفرض واقع حال وإن عد الهدف استراتيجي لهذه العملية والهدف التكتيكي لهذه العملية هو دفع العناصر المعارضة لكنه استراتيجيا ستكون باتجاه إيران باتجاه تحقيق هدفين أساسيا رفع منسوب الضغط على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيضا إشارة إلى الدول الراعية والداعمة لإقليم كردستان وفي مقدمتها الولايات المتحدة لأنه على المستوى استراتيجي إيران ترى أنها ما عادت تتحكم في المعبر القائم البوكمال عبر العزل الجغرافي الذي تحقق وعبر مسك جو ضمن مرونة عالية جدا جوية لإسكات أي نشاط متبادل بين القائم البوكمال فبقي قضية القاطع الشمالي وقضية تلعفر السنجار ومسألة التماس مع سوريا وفي ذات الوقت ترى إيران أن هناك حراكين ربما ليست روسيا بعيدة عنده ونشاط أمريكي وعبر الحلفاء في مسألة استبدال النظام السوري ومسألة استبدال النظام السوري يعني أن مشروع العزل الجغرافي الذي ابتدأ عسكريا سيتحول سياسيا إلى عزل سياسي لإيران لأن المعنى ذلك أن إيران بل حتى تركيا ستخرج من المعادلة وتبقى قضية التفاهمات على المجال الحي والضامل للأمن القومي الأمريكي أو الروسي في سوريا سيتحقق عبر تفاهمات وأوراق الضغط متبادلة بين روسيا وبين الولايات المتحدة في قضية أوكرانيا وأن الولايات المتحدة تذهب باتجاه رسم ملامح خارطة طاقة جديد ليست بعيدة عن سوريا لأنه إذا حصل وتغير النظام في سوريا إلى نظاما فدراليا فمعنى ذلك أن الولايات المتحدة عبر حلفائها من قصد والعشائر العربية المتحالفة معها ممكن أن تحقق تماثل مع حفظ البحر المتوسط وهذا طبعا يعطي مرونة إلى أنه المشروع الذي ابتدأته الـ I2 والـ U2 وعني بها كل من الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة في ربط خط تنمية عصري تشترك فيه الإمارات والمملكة العربية السعودية وصولا إلى الأردن وتحقيق تماس مع حفظ البحر المتوسط في معابر سلاسل بحرية وسلاسل نقل برية عبر خطوط النقل سيتكامل هذه السلسلة البرية مع سلسلة لنقل الطاقة وما يجري فيه كاركوك ليس بعيدا عن هذه المعادلة علما أننا حينما كنا نتحدث عن خط البترول كاركوك حيفا هذا الخط الذي أنشئ عام 1932 أنشئته أنا ذاك بريطانيا وأوجدت القواعد المتعارف عليها والعراقية كلهم سامعين بهذه المسميات H1 و H2 و H3 و عدلة فيه داخل أردن H4 و H5 هذه بالحقيقة هي عبارة على القواعد الجوية كانت ضامنة لحماية معابر الطاقة و H تعني حيفا أحياء هذا الخط ممكن أن يتحقق في معادلة يحضر فيها دورا بارزا للكرد في كاركوك ويجري أحياء هذا الخط لتحقيق تماس وأيضا أنبوب البترول الذي سينور عبر الأردن إلى ميناء العاقبة سيحقق تماثل مع البحر الأحمر وهذه رسم خارطة طاقة جديدة فيها مصادر طاقة ومعابر طاقة تنسجم والمشروع الدولي فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي هو ستتغير فيه خارطة الطاقة والتي من الممكن أن يرافقها تغيير جغرافية بعض المناطق وليست بعيدة عن مجريات الأحداث نظرية كيسينجار يوم تحدث عن لبنان بوصفها الفائضة الجغرافي يعني الآن عمليات أحياء عملية أحياء الاقتصاد اللبناني والوضع في لبنان ويزال متلكة وأن لبنان وضعها قلق جدا فإذا نحن ما معادلة كبيرة جدا هذه التوازنات في البعد استراتيجي حاضرة ولذلك التحشيد النشاط الآن الدبلوماسي الذي يجلب المناسبة هو نشاطه سياسيا بمعلا يتعلق بالخارجية الإيرانية وأنا في تقديري وتقييمي لصنع القرار في إيران القرار الذي يمتلك النفاذ ويمتلك الفوقية على القرارات كله هو قرار الحرس الثوري وبالتالي حتى إذا ظهرت بعض التفاهمات عبر وسائل الإعلام ففي تقديري أن الحرس الثوري قد عقد العزم على اجتياح تبقى نسب الاجتياح وما يترتب عليه من دخول في العموق ربما تكون ضمن مقتضيات تعبوية وما يمتلك من وفرة عددية لتحقيق هذا جميل جدا ولكن الاجتياح قاد اشتركوا في القناة